اهلا بحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل لعبة الخماسي الحديث هي لعبة مركبة هي في مصر بقى ليها صدى علامة كبير جدا عندنا لعبة متميزين جدا فيها لعبتنا حققوا انجازات كبيرة جدا واستثنائية خلال الكام سنة اللي فاتوا ده شفنا صدى يمكن لم توجنا به الميدالية الفضية في أولمبياد توكيو 2020 ولأحرزها اللاعب أحمد الجندي النهاردة معانا بطلة من البنات رفعت عالم مصر وكمان توجت بالميدالية الزهبية في بطولة المجر الدولية للخماسي الحديث وهي لعبة سلمة أيمن اللي منورانا في ستوديو صباح الخير يا مصر صباح الخير عليك يا سلمة صباح النور منورك منور حضر ألف ألف مبروك حاجة تشرف الله شكرا دي الميدالية رقم كام؟ دي الميدالية مثلا التانية فردي في الكبار ممكن تكون التالتة فردي أول ميدالية بالنسبة لي أهم ميدالية يعني كانت أولمبيات الشباب 2018 واخدت ميدالية ده ما شاء الله طيب سلمة خلينا نعرف سيدة المشاهدين ممكن البعض منهم ما يكونش عارف الخماسي عبارة عن إيه هي لعبة مركبة أو رياضة مركبة زي ما شاز لي قال فخلينا نعرف سيدة المشاهدين هي عبارة عن إيه هي متكبرة من خمس رياضات مختلفة هي صباحة وجري ورمية وركوب خيل واسلاح ما شاء الله طيب احكي لنا بقى يعني شكل البطولة بتكون عامل عاملة ازاي استعداداتك لها ازاي كل رياضة يعني فيه ناس بتحترف رياضة واحدة من الخمس رياضات دول ما شاء الله ازاي بتقدر ان انت تتمرني عن خمس رياضات دول هو في الأول الخماسي أصلا دلوقتي السنة دي بدأ لسه الخماسي بقى يتغير في الأول كنا بنلعب مثلا سمي فاينال وفاينال بنلعب مثلا نبتدي البطولة من الساعة تمانية الصبح تخلص الساعة سبعة بالليل تمانية بالليل تاخد وقت طويل اه بتلعب 10 ساعة اه يعني بس ما بين كل لعبة ولعبة فيه فترة راحة ساعة ولا ساعتين ساعة ولا ساعتين ما بين كل اللعبة ولعبة بس دلوقتي بقى الخماسي عشان يفضل في الأولمبياد فبقى التسعين دي قابس فاحنا التسعين دي قابس كل الألعاب فبقى كواليفيكيشنز وسمي فاينال وفاينال بدل كانوا مرتين بنلعب مرتين لا بقينا نلعب ثلاث مرات بس المدة والليلة ساعة ونص ساعة ونص نلعب فيها لخمس ألعاب تاخد تاني بردو اوه يعني دلوقتي بقت أصعب يعني فبنلعب في الأول كانوا 4 في 800 بنجريهم مرتين دلوقتي بنجري 5 في 600 ثلاث مرات بنعوم 200 متر حر 100 متر 200 متر لا 200 متر 4 في 800 جري اه 4 مرات المرة مرتين سمي فاينال وفاينال دلوقتي بنجري 5 في 600 ثلاث مرات كواليفيكيشنز وسمي فاينال وفاينال نا ربنا معكم نا نا حيارة ربنا معكم طيب سأل ما ليه اختارتي خميسي يعني زي بكلنا نتكلم انه ممكن حد يختار السباحة فقط فروسية فقط رماية فقط يعني كل رياضة فعلا مستقلة بذاتها وصعبة انتي تحترفيها صعبة ليه اختارتي خميسي انا اصلا كنت في الاول اصلا بدأ السباحة منو انا عندي ثلاث سنين انا كنت سباحة يعني عندي كاسين احسن سباحة وكاسة احسن رقم فكنت كويس يعني في السباحة فبدأت اخش الخميسي سمعت عنه في 2014 كده فقلت لا انا عايزة اخش اجرب خمس العاب اللي انا اخش ااخد تحدي كده مع نفسي فدخلت وجربت فحسيت الخمس العاب مع بعض لا حلوين يعني فحبت اللي انا اكمل فيها وخلاص بدأت بقى اللي انا مش هينفع اكمل في السباحة والخميسي مع بعض فخلاص بقى سبت السباحة وروحت مكملة في الخميسي فما قدرتش بقى كامل في السباحة والخميسي حتى شازني مندهش يعني شازي مندهش مش عارب في يستوعب انا هركز في لعبة واحدة انا كنت مركزة والله في لعبة واحدة بس لما لقيت الخمس العاب دخلت وجربت لا حسن فيه متعة كمان وفروسية جميلة جدا والسلاح بدأت اشارك فيه وبطولات فبناخد خبرة على جتت لايب فردي وجماعي لا هي فردي العاب فردي هي كلها وفيه بقى مكسي اللي هو مثلا ولد وبنت او ريلي بنات ريلي ولاد كده بس بيبقى متقسمين على البنت والولد يعني مثلا المتين متر سباحة انا بعوم مية هو يعوم مية دلوقتي الخمسة في ستمية من نجري ثلاثة في ستمية هو يجري ثلاثة في ستمية كده الفروسية هو لي خيل هو لي حصان وانا لاي حصان فمنقسم المفروض ان ارايح عليكم شوية في الموضوع يعني هو يجري مية انت تجري متين انت شايف كده المفروض حضرتك انت تجري متين انت شايف كده طب سلمة لا انا محتاجة اعرف طيب تدريباتك بتبقى ازاي يعني هل في كل يوم مثلا تدريب الرياضة معينة ولا لا ممكن اتمرن اربع تمرين في يوم واحد او ثلاثة على حسب بقى اليوم ماشي ازاي انتي عندي كم سنة عندي اثنين وعشرين انتي خلصت الدراسة لا لسه صراحة عشان انا كنت بأجل عشان البطولات وكده فعمال بأجل بس بخش يعني اما بيجي اخش واخش مثلا اخد ثلاث مواد ما اخدش الترمي كامل على بعضه حايل وانت دخل البطولة كانت تعينك على الذهب يعني كنت مقرر انت دخل تغديها ولا هي جات واحدة واحدة كده لا صراحة هو انا دخل عشان دي كانت لسه اول بطولة في السنة بالطريقة الجديدة للخماسي فاحنا كنا رايحين نشارك عشان كاسات العالم اللي جاية نكون عارفين الدنيا ماشية ازاي في البطولة فدخلت صراحة يعني لعبت سلاح كويس والسباحة برضو جيبت رقم كويس يعني وكملت الفروسية هو الخيل كان صعب قوي في المجر كده اول مرة تحصل في المجر الخيل بتاعتها تبقى وحشة الخيل نفسه دايما كل بطولات في المجر الخيل تبقى كويسة جدا بس المرة دي تقريبا عشان الخيل ما كادش بتنط أو ما كادش بتتمرن فالخيل بالنسبة لنا كاد صعبة جدا فالحمد الله قدرت اللي انا اعدل الفروسية على خيل فقدرت بقى لنا خلاص قبل الليزر رن طلعت هانديكاب تاني فبدأت بقى لنا خش أجري ووالعب فدخلت الأول حمد الله كنتش مصدقة الصراحة والله هلاش هزلي مصدقة سأل لا ما شاء الله والله يعني انا جد والله يعني انا يعني انا بارب اتفرج على الرياكشن ساعتوش خطيرة طيب سلمة قوليلي وانتي داخل البطولة انتي كان يعني اعتقد انتي كنت بتقولي انتو كنت راحين تجربوا كمشاركة مشاركة تجربية لكسات العالم اللي جاية تشوفوا الطريقة الجديدة عاملة ازاي تشوفوا الموضوع ده لما دخلتي وابتديتي تلاقي نفسك ما شاء الله بتتقدمي وكيد كان فيه منافسات كمان قوية قدام اه لا اغي يعني اكيد انها كانت بطولة عالم كسعالم يعني الناس الجامدة كلها كان موجودين هناك مين امخوا حد كنت خايفة مني كان فيه ايطاليا وكان فيه بيلا روسيا كان فيه انجلترا برضو كنت سامعانهم قبل كده ان هم متفوقين لا هم جامدين اه جامدين يعني كان فيه منهم كانوا في اولمبياتهم احنا جمد منهم صح؟ اه اه امعنا الدهر يومك بيمشي ازاي؟ يعني بتقسيم يومك ازاي؟ يعني ممكن الصبح بصحة بصحة من الساعة اربعة الصبح عشان اروح للسباحة اه وبعد كده بعد السباحة بيبقى فيه سلاح مثلا على الساعة عشرة وبعدها بجري اه وممكن اضرب رمية اه ولو فيه جيم بخش على حسب في السكة كده او يعني تتعاملين كل حاجة في اليوم او يعني بتتضربي الخمس ألعاب لا مش الخمس ألعاب لا يعني يعني ممكن اليوم باتمرن فيه ثلاث ألعاب أربعة ألعاب على حسب قدش من لعب على حسب اعتبر خمس ألعاب طيب سلمة احنا الحقيقة يمكن مصر متميزة ومتفردة في الألعاب الفردية لكن بالرغم من ده هي بتواجه مشاكل كتير يمكن كمان حتى يعني مش بتبقى مغطاة حتى إعلاميا بشكل اللي تستحقه لكن مؤخرا ابتدى الموضوع ده يتغير بشكل كبير جدا عايزة عرف منك ايه اكتر تحديات وصعوبات واجهتيها وقد ايه شايفة ان التحديات دي تغيرت والأي مدى تغيرت الصراحة الفروسية بالنسبة لحنا عندنا في مصر ما عندناش خيل كفاية اللي احنا نتمرن عليها فما بينسافر بطولات بيبقى فيه خيل بتبقى صعبة ما بنكونش متمرنين عليها قبل كده فدي برضو مشكلة عندنا بس هي لسه ما تغيرتش الصراحة فده احنا بنطالب يعني اللي احنا عايزين خيل نتمرن عليها عشان نقدر عشان نقدر اللي احنا نروح البطولات اي خيل نركبها تبقى سهلة بالنسبة لنا نكون جربنا زيها حتى عشان احنا عندنا الفروسية ما بنكونش الخيل بتاعنا لأ تبقى قرعة فكل واحد بياخد حصان غير اللي هو متوقع وقصة وتفاصيلها كتير كمان طيب مين بيدعمك يعني في اللعبة دي مين بيدعمك مين وقف جنبك طبعا اهلي مدربين بتوعك اهلي طبعا اول ناس يعني غير المدربين بتوعي كلهم واقفين جنبي المدير الفني رقف حسام ومدرب الجري كابتن ايهابي ومدرب السلاح كابتن غيس وفروسية كابتن ياسر عصر دول الصراحة يعني مهتمين بي يعني وبيساعدوني اللي انا اقدر احقق اكتر يعني في الا واغلك ساعدوك ان تدخلي الخامس ألعاب يعني محدش اهلك مثلا نخليهم لعبة واحدة كفاية مع الدراسة مثلا لا في الاول هم في الاول كانوا شايفين الدنيا صعبة بس بدأت لما بدأت اسافر بطولات دولية وبطولات عالم وكده لا حسوا للدنيا بقى اللي انا يعني بحقق وفوقفين جميع ما في قدها طبعا طب سلمة ناوية يعني طموحاتك ايه المستقبل عايزة تبقي توصلي الفين انتي اصلا تدرسي ايه الاول انا بدرس لوجيستيكس في الاكاديمية البحرية نفسي اللي انا ان شاء الله اخد مداليا في باريس اللي جاية ان شاء الله بس طبعا محتاجة اللي هو راعي عشان نقدر اعمل اطمرا كويس ويكون في معسكرات غير بردو الاتحاد بيساعدني يعني بس مش كفاية طيب دي كورسة بقى كويسة لك ان انتي تقولي انتي محتاجة ايه انتي او محتاجة راعي لان انا من ساعة الاولمبيات اصلا احنا شايفين دلوقتي على الشاشة ده الكاس مزبوط دي بطولة المجر الدولي دي بطولة المجر بس محتاجة بقى محتاجة راعي عشان نقدر يكون فيه سيستم اقوى من اللي انا فيه دلوقتي ويكون فيه معسكرات اكتر بس والاتحاد طبعا هو بيساعد بس مش هقدر يوفر لي ده كله يعني طيب مستوى اللي ابا دي في مصر عامل ايه زميلك منافسات حتى المحلية عامل ايه اه لا اه كويسين بس هو احنا هنا اه في مصر احنا كلنا صغيرين مفيش كبار فكلنا من قد بعد يعني لكن برا بيبقى فيه ناس اكبر مننا بعشر سنين وخمستاشر سنة بيتشاركوا في نفس البطولة كلنا اه احنا عندنا الكبار بيبقى من سن الفوق بقى لحد تحت اي حد يشارك فيه يعني سلمة احنا فخورين بك الحقيقة شكرا واحنا زي ما بيقول دايما عندنا ابطال وبطلات كتير فالعاب مختلفة ومصر فعلا فيها كواد رياضية تستاهل ان احنا نركز عليها محتاجة الدعم ومحتاجة الرعاية فعلا عشان نقدر نخرج منها افضل ما يمكن وانتوا دايما بيكون عندكم استعداد وبيكون ليكم مطالب عشان تقدموا الاحسن واحنا نتمنى ان صوتك يكون وصل وبالفعل تقدري تتلقي الدعم اللي انت محتاجاه عشان تشرفينا اكتر من انت مشرفانا واكتر من انت رفع اسمه مصر سلمة نورتينا سلمة ايمن طبعا يعني احنا سعداء بوجودك معانا واسلمة ايمن حائزة على الميدالية الدهبية في بطولة الموجر الدولية للقماسي الحديث مشكرك يا سلمة ونورتينا شكرا لك يا سلمة وكل التوفيق في اللي جاي ان شاء الله مشاهدينينا نروح لفاصل سريع ونرجع من بعد ونكمل بقى فقرات شكرا للمشاهدة